اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال وزير الخارجية السعودية عدل جبير الاثنين ان الرد القطري على مطالب السعودية والامارات ومصر والبحرين ستجري دراسته قبل اتخاذ الاجراءة اللازمة واضف الجبير عقب لقاء نظيره الالماني زيجمار جابريال لان موقف برلين من الازمة مع قطر لم يتغير واضف ان السعودية وشركائها لا يسعون الى المساس بسيادة الدوحة لكنهم يطالبونها بوقف التحريض على الارهاب وصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها في المدينة القديمة غربي الموصل حيث لم يتبقى لداعش سوى منطقة صغيرة محاذية لنهر دجلة قدرتها خلية الاعلام الحربي بخمسمائة متر مربع يأتي ذلك بعد سيطرة القوات العراقية على مناطق باب السراي والخاتونية والطوالب في الموصل القديمة في اول توغل لها جنوب الرقى سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية كسرة محمد علي وعلى سوق الهال بعد مواجهة عنيفة مع افراد تنظيم داعش اسفرت عن قتل العشرة منهم أفدى ناشطون بأن الطيرات الحربية التابعة لنظام الأسد كثفت من قصفها على أحياء درع البلد واستهدفت الأحياء السكنية بعدة غارات جوية كما ألقى الطيران المروحي ثمانية براميل متفجرة على المنطقة ذاتها ما أوقع ثلاثة قتلى وعشرات الجرحة صد الجيش الوطني اليمني هجوما جديدا للميليشيات الحوثية في سرواح غرب مأرب ما كبدها خسائر بشرية يأتي هذا في وقت شن طيران التحالف العربي ست غارات استهدفت تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة بمدرية سرواح وقعت شركة توتالا إملاق الطاقة الفرنسية اتفاقا بقيمة خمسة مليارات دولار مع إيران وهذا أول اتفاق بين طهران وشركة أوروبية في قطاع الطاقة منذ رفع العقوبات المفروضة عليها منذ عامين ويعتقد أن المشروع سيستمر عشرين عاما اعتبر الأمير العامل الممتحدة أنطونيو جوتريس أن خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ أعطاه زخما على المستوى العالمي وحمل الدول الأخرى الموقع على إعادة تأكيد التزامها وذكر أنه اجتمع في الآوينة الأخيرة مع قادة الصين والهند وهما دولتان أساسيتان لإنجاح اتفاق باريس مؤكدا أن التزامهما واضح قبرنا الأخير من عالم الفني السابق فقد تصدر الجزء الثالث من فيلم الرسوم المتحركة ديس بي كابل مي ثلاثة إرادة السينما في أمريكا الشمالية محققا 75 مليون و 400 ألف دولار الفيلم من إخراج كايل بيلادا وبطولة كل من ستيف كاريل وراسل براند وأندي نيمان وغيرهم إلى اللقاء اشتركوا في القناة